منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى أرض الشارقة عبر رحلات عديدة وفريقي إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة يقدم الدعم والإيوالي 13 مسافرا من الأشقاء السودانيين العالقين في مطار الشارقة الدولي جراء لحداث الجارية في الخرطوم إثراء إغلاق مطارها الدولي حيث تم نقل العالقين إلى أحد الفنادق في الإمارة كما هو المعتاد تهبط الطائرات في مطار الشارقة الدولي إما لنزول الركاب لأرض الإمارة أو ليكون محطة عبور لموطنهم أو دول أخرى ولكن لم يكن ذلك بالحسبان لبعض المسافرين السودانيين حيث أدت الظروف الراهنة في السودان الشقيق بأن يعلقوا في المطار لعدم تمكن مطار الخرطوم من استقبالهم وهنا كان التدخل من فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة بالتعاون مع دائرة الطيران المدني بتقديم الدعم والإيواء لثلاثة عشر من الأشقاء السودانيين العالقين لا شك أن الأشقاء يحتاجون أول حاجة إلى سكن تم فورا توفير المسكن الملائم لهم نظرا لظروف الحاصلة وأيضا توفير احتياجاتهم من وجبات طوال المدة المتبقين فيها حالياتنا اليوم نتكلم عن أسبوع مرت ولكن الحمد لله إن شاء الله ما نكون قصرنا في شيء أيضا هناك لجنة بتوجيهات من ساعات القائد العام متابعة ظروفهم حتى الصحية وأي احتياج خلال الفترة الرائنة التخفيف من معاناة الأشقاء وتوفير المسكن لهم وكافة الخدمات اللازمة عالية المستوى لحين إيجاد الحلول المناسبة واجب تضعه الدولة دائما لمد يد العون لمن تقطعت بهم السبل تسهيلا لعودتهم لوطنهم الإمارات بلدنا الثانية نحتاج إلى شيء يعني إحنا مخاف 날og함 الحمد لله من المطار حتمو بينا معملا إلينا فندق في المطار ثلاثة يوم وطلعونا من الفندق في المطار جابونا إلي فندق في إمارة الشارقة في الحقيقة يعني نحنا ما في فرق بين أن نكون في السلوان وفي الإمارات خاصة في الظرف الحالي إنهن موجودون فيه رغم الألم اللايش في البلد هناك لكن الحمد لله ما يرام هنا الأمور طيبة الحمد لله نحنا مرتاحين ونجح رسالة لنا الحمد لله نلاقين رعاية طيبة رعاية صحية سواء كانت في موضوع المسكن والمأكل وكل شيء الحمد لله والناس بتوافد علينا هنا في الفندق واسألونا عن احتياجاتنا عن كل شيء الحمد لله نطمنوا مننا بخير ونتمنى انهم يكونوا بخير هذا ويتابع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كافة احتياجات العالقين لتوفير الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية والخيرية بالدولة للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي حتى ضمان عودتهم لوطنهم سالمين غانمين إذا لمسة إنسانية من دولة الإمارات تؤكد وقوفها الدائم مع الأشقاء لأخبار الدار وليد الأصبحي الشارقة